قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخباري اليوم جماهي روريا المدري تطالب بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي التشكيلة المثالية لدوريط الأوروبا تعرف تواجد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي نايمار يتحدى فارق العين بنجمه المغربي سوفيان رحيمي وهذا مقله سوفيان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيمي الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار جماهي روريا المدري تطالب بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي تجمع عشاق نادي ريال مدريد الإسباني وأبدو رهبة شديدة في أن يضم النادي إلى صفوفين نجم المغربي أشرف حكيمي نظراً لاحتياج الفريق إلى لاعب يمتلك مواصفاته الفنية والرياضية ولفت أشرف حكيمي الأنظار بشدة خلال تألقه في آخر مباراة مع بريسان جرمان ضد نادي برشلون مما أتر حماس مناصر ريال مدريد عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث عبروا عن حماسهم لفكرة عودته للفريق والاستفادة من خبراته مجدداً وذكر مشجع ريال مدريد أن استعادة حكيمي ستمثل خطوة مهمة وقوية لرئيس فلورونتون بيريز وذكر مشجع النادي الملكي أن استعادة حكيمي ستمثل خطوة مهمة وقوية لرئيس فلورونتون بيريز خصوصاً مع تقدم داني كارفخال في السن وتراجع مستواها كما أوضح المتفاعلون أن وجود حكيمي قد يخلق شركة متينة مع اللاعب كليام بابي إذا تأكد اندمامه لريال مدريد بالإضافة إلى خبرته الواسعة مع الفريق التشكلة الميتالية لدور أبطال أوروبا تعرف تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي أبدع أشرف حكيمي لعب نادي باريسان جرمان الفرنسية وضمن مكانه ضمن التشكلة الميتالية لإيابي ربع نيهاء دور أبطال أوروبا وكشف الحساب الرسمي لمصابقة دور الأبطال على منطة التواصل الاجتماعيكس عن التشكلة الميتالية والتي تضمنت الأسماء التالية مانويل نوير رافايل جرورو من باير مينيخ أشرف حكيمي من باريسان جرمان إيان ماتسن من بروسيا دورتموند وجوتش واكيميتش من باير مينيخ وجوليان براندات ومارسيل سبيتزر من بروسيا دورتموند وكيفين دي بروين من منشستر سيتي وفيتينيا وكليام بابيو عثمان ديمبيل من باريسان جرمان نايمار يتحدى فارق العين بنجمه المغرب السفيان رحيمي وهذا مقله سفيان ظهر البرازيل نايمار دا سيلفا نجم نادي الهلل السعودي بتعليقه الأول بعد هزمة فارقه أمام العين بنتجة أربعة لإثنين مساء أمس في مباراة عرفت تألق النجم المغرب السفيان رحيمي الذي سجلت لتأهداف وحصل على ركلة جزاء كما تحصل على أعلى تنقذ في المباراة وتعتبر هذه الخسارات الأولى للهلال في الموسم الحالي وذلك بعد مسيرة طويلة من الانتصارات المتواصلة التي استمرت لأربع وثلاثين مباراة ونشر نايمار عبر حسابه صورة للنتجة النهائية بعد انتهاء المباراة وهو يشاهدها على تلفاز معلقا برسالة تحدي كتب فيها هيا يا رفاق لدينا 90 دقيقة أنا أتق في إشارة إلى تحديه لنادي العين الإماراتي في مباراة العودة من نحيتي تحدث النجم المغرب السفيان رحيمي قائلا أن العين نجح فيما فشلت فيه العديد من الفرق خلال الأشهر الماضية وهو تحقيق الفوز على الهلال معبرا عن فخره بإنهاء سلسلة انتصارات الهلال وكمال المهاجم المغربي في تحدي واضح لفرق الهلال نجحنا في تحقيق فوز مستحق لكن الرحلة لم تنتهي بعد ويتعين علينا أن نظهر أداء قويا في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى النهائية مدرب المنتخب المغربي الأولمبي طريق سكيتيوي في ورطة لهذا السبب يخطط طريق سكيتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي تحت 23 سنة لتحديد البرنامج الإعدادي الخاص بفريقها استعداد للفترة الدولية المقبلة في يونيو إن شاء الله وهي المرحلة التي تصبق مشاركة في أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها بين الرابع والعشرين من يوليوز والعشر من غشة القادمين ويولي سكيتيوي اهتماما خاصا بمتابعة جميع اللاعبين المحتملين للمشاركة في الأولمبياد تمهيدا لتحديد التشكيلات النهائية والاستعداد للمعسكر القادم بناء على التقييمات الأخيرة ومقارنتها بمعسكر مارس الأخير في التركيا ومن المتوقع أن يعقد سكيتيوي اجتماعا مع وليد راقراكي مدرب المنتخب الوطني الأول لبحث مسألة انضمام بعض لاعبين الأولمبياد إلى الأصود الذين شاركوا مع الفريق في المونديال الأخير وزد عددهم قبل بطولة كأس الأمم الأفرقية الأخيرة في الكودفور الهدف هو تحديد القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في المعسكر الإعدادية المقرر من الثالث إلى الحادي عشر من يونيو المقبل إن شاء الله وصياغات تشكيلات قد تواجه صعوبات في اختيار اللاعبين بالنظر إلى معايير السن وقد تظهر التحديات تمام سكيتيوي بسبب التوجهات الجديدة لوليد راقراكي الذي يفضل اللاعبين الأصغر سنا خصوصا مع مشاركة المغرب في الجولتين الثالث والرابع من التصفيات الأفريقية المؤهل لكأس العالم 2026 المرتقب تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حيث سيواجه المنتخب المغربي كل من منتخبي زامبيا والكونغو برزافيل في يونيو المقبل إن شاء الله وهو ما قد يستوجب الاعتماد على اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر الأخير في تركيا ومن المتوقع أن ينتظر مدرب المنتخب المغربي الأولمبي طريق سكيتيوي حتى المحطة الإعدادية الأخيرة في مطلع يليوز ليحسم قائمته النهائية مع تحدد ثلاث لاعبين من المنتخب الوطني الأول فوق السن الأولمبي من بينهم نجم باريسان جرمان أشرف حكيمي إضافة إلى لاعب ريال مدريد براهيم دياز فيما سيتم الاختيار بين حارس مرمى أو مدافع وفق للحاجة التي يعاني منها سكيتيوي ووقعت القرع المنتخب المغربي الأولمبي في مجموعة صعبة تضم منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا وفريق أخر أسيويا سيتم تحدده من خلال ملحق التصفية لتحديد الخصم الرابع للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي وفي ضل التحديات التي تواجه سكيتيوي في اختيار اللاعبين الميتالي للمشاركة في الأولمبياد يظل التواصل الوطيق مع الرقراك أمرا حاسما لضمان التناغم بين الفريق الأول والفريق الأولمبي خاصة في مواجهة الجدول المزدحم للمباريات والاستحقاقات الدولية ويعمل سكيتيوي أيضا على تقييم اللاعبين بشكل دوري من خلال التدريبات والمباريات التحضيرية لضمان اختيار أفضل التشكيلات الممكنة وفي ضوء التحضيرات يحاطط سكيتيوي لإجراء عدة معسكرة تدريبية داخلية وخارجية لرفع مستوى الفريق وتجرب مختلف التكتيكات والاستراتيجيات هذه المعسكرات ستكون فرصة للاعبين لإثبات أهليتهم للمشاركة في الأولمبياد وتعزيز الروح الجماعية والانسجام داخل المجموعة فالمشاركة في أولمبياد بيريس 2024 ليست مجرد هدف رياضي بل فرصة للمنتخب المغرب الأولمبي لعرض القدرات والمواهب الكروية التي يمتلكها المغرب على المستوى العالمي ويسعد سكيتيوي لتأكد من أن كل لاعب سيستغل هذه الفرصة لتطور الشخص والمهنية وأن يكون الفريق جاهزا لتقدم أفضل ما لديه عندما يحين وقت الألعاب الأولمبي إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم جماهي روريا المدريد تطالب بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي التشكيلة المثالية لدوريط الأوروبا تعرف تواجد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي نايمار يتحدى فارق العين بنجمه المغربي صفيان رحيمي وهذا مقله صفيان